السلام عليكم بدنا ناخد سؤال رقم 2 هذا السؤال بحكي على الانجل ما بين two planes أعطيني معادلة two planes two x z y minus two z equal 5 و x z y equal 1 لان بدي اعكد تتخيلوا two planes هذا plane سطح وهذا plane اخر سطح اخر مثلا مثلا هذا plane عشان نعبيه نجرب مثلا لكن هذا plane مثلا نعبيه بلون السود كل واحد من هذول ما عموده انا اريد انجل بينهم هذا الانجل لو بدك تخيلها الانجل لو بدك تخيلوها الانجل لو بدك تخيلوها ستكون الانجل هون يعني زي هيك تقريبا لكن كيف ممكن نطلعها؟ أنا أخبرنا لماذا نقوم بفعله؟ نأخذ الفكتور العمودي على هذا سيكون مثل هذه إذا هذا على السطح سيكون هذا العمودي عليه ونأخذ الفكتور العمودي على هذا ويجعل العمودي عليه بالأسود على هذا هاي الفكتور العمودي عليه الآن هؤلاء التو فيكتورز بينهم هاي الأنجل هاي برضو ثاتا هاي الأنجل هي نفسها الأنجل اللي ما بين التو فيكتورز إذن إذا بأخذ النورمال للأول هذا يسمى النورمال للأول والنورمال للثاني وبأخذ الأنجل ما بينهم يعني الفيكتور النورمال تبع البلاين الأول والفيكتور النورمال تبع البلاين الثاني هذول تو فيكتورز وبأطبق قانون الأنجل ما بين تو فيكتورز هلأ شو قانون الأنجل ما بين تو فيكتورز؟ نرجع على القوانين على ورقة القوانين اللي أخذناها طبعا كانت بموضوع .product صحيح نرجع على موضوع .product ونشوف هنا الأنجل هذا رقم أربع كوسين الأنجل أنا بحتاج تو فيكتورز لتجد الأنجل فهو A.B على الماغنيتود للأ في الماغنيتود للبي بحالتنا هي هيكون النورمال للأول دوت النورمال للثاني على الماغنيتود النورمال الأول في الماغنيتود النورمال الثاني إذن هذا السؤال مجرد ما أنت فكرت كيف تجد أنجل ما بين تو بلاين تخيلت أنه الأنجل ما بين تو بلاين زوم نفسها الأنجل ما بين العمودي على الأول والعمودي على البلاين الثاني كيف أطلع النورمال للأول النورمال الثاني؟ سوف أستعيد هذه القانون دعنا نكتبها قبل أن ننسى كوسين الأنجل ثيتا سيكون N1.N2 على الماغنيتود للن1 في الماغنيتود للن2 الآن كيف أقرأ كيف أقرأ N1 و N2 من خلال البلاينز؟ الآن لو تأملنا بمعادلة البلاين، هذه معادلة البلاين هي عبارة عن عدد في X و Y و Z و عدد هنا فلو رحنا و اطلعنا على معادلة البلاين البلاين هي عبارة عن عندي هذه الإكواجن الأولى أو عندي الفورم الثاني أنا شايف أنه لا يوجد أقواس طبعا هذا الفورم سيكون الـ X معاملها A و Y معاملها B و Z معاملها C و نحن شايفين هنا أنه الـ Normal Vector هو A, B, C لاحظة الإكواجن الـ Plane في عندي الـ Normal Vector و عندي الـ Point تمام؟ الـ A و B و C هي المضروبة بال X و Y و Z لما وزعناها هون طلعت A, X, B, Y, C, Z إذن معامل الـ X بيكون A معامل الـ Y بيكون B و معامل الـ Z بيكون C حتي Greek ندعّف ان نوجد هذه ما يéiséré أن نأểm فدق A ما هو عمل نوش المضروب بال N Brook نريد مجد نوش المضروب B من السابق اول نحن ذلك من السابق اول المنز爾 ي acompañت ل Elizabeth ي Learningه كلام يبدو أن T2016 هذا نحن لاحن بحكم القناة X موجد نوش المضروب B یchief Z هل هناك زد؟ لا، إذن صفر ثم نجهز ن1.n2 الماغنيتود لن1، الماغنيتود لن2 ثم نعود لقانون الانجل ما هو قانون الـ .product؟ نعود لقانون الـ .product لنضع جميع القوانين بالأول لنظر القانون الحل الـ .product a.b نضرب ax بالbx ay بالby az بالbz ثم ننتج معهم كلهم بينما الماغنيتود سأخذ جذر لأول تربية زاد ثانية تربية ثالث تربية نظر على هنا ن1.n2 2 في 1 ضربت x بالx 1 في 1 دربته Y بالy ثم Kl capit ثم نضرب Daha 2 في 0 و الثام Beric النظر حساب أيضًا 2 زائد 1 هو 3 الآن،ناف الآخر النهاية لن1 هو جذر 2 تربية ثمkit ثم wings ثم نال 2 تربية ثم نمن قانون لن2 نحن نسبة نسبة لن2 هذا أربعة وهذا أربعة هي ثمانية واحد تسعة جذر التسعة كام ثلاث ثلاث نأخذ جذر لدي هنا فقط واحد تربيع واحد تربيع وهذا صفر تربيع لو أصبح واحد تربيع ثلاث كوسان الثيتا ماذا تساوي القانون تساوي تقلل مكام 3 أعوام مكام 3 مجموعة ثلاث 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 جذر ٢ ثلاث ثلاث ثلاثة كوستان الانبس للواحد على جبر الاثنين او بتكون حافظها من 45 درجة يعني بتحطها بالدغريز يعني بالرادين هذا حل سؤال رقم اثنين تابعونا بالفيديو القادم اذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك سبسكرايب على القناة وانشروا قناة صحاكم الله معكم